عقد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم اجتماعا مع مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة محمد مصطفى ردوان وأكد سويلم على استمرار التعاون بين الوزارة والجهاز فيما يخص إصدارة ترخيص اللازمة لأراضي طرح النيل في المسافة من شبرى الخيمة وحتى حلوان مع الالتزام التام بالاشتراطات والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأشار وزير الرأي إلى استمرار أجهزة الوزارة في إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكسفة لإزالة التعديات بتنسيقه مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات